السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم مجددا على قناتي ومرحبا بمن التحق بنا أولا شكرا لكم كاملين على الدعم لكم كيفما وعدتكم سنضير سلسلة بخاصة بسلسلة علوم التربية والديداكتيكة باش هكا اسهال للناس اللي بغا تدفع مباراة التعليم أنها تلقى واحد المحتوى اللي مناسب ما يكترش عليها بزاف ديال المواقع وبزاف ديال الطرق ففي كل فيديو كنحاول أنا نندر كل شي اللي خاص بكل نظرية إذن كيفما شفنا في الفيديو اللي سبق نظريات التعلم اليوم إن شاء الله غاد نشوفوا نظرية من بين هاد النظريات وأول نظرية هي النظرية السلوكية إذن كتذكير بمعنى النظرية إذن كالنظرية هي نقصد بها كيف يتعلم الطفل يعني الطفل كيف يكتسب هذه المعرفة من اللي يقدم شخص سواء معلم أو أب أو أي شخص كيفما كان النوعه أي معرفة كيف يستقبلها هذا الطفل أو كيف يتعلمها وكيف تصبح لديه كمعرفة يعني يصبح يعلمها وتصبح من سلوكياته إذن هنا سنتعرف عن كل هذا في النظرية السلوكية إذن في هذا الفيديو سنتعرف على مفهوم النظرية السلوكية سنتعرف على رواد النظرية السلوكية مبادئ النظرية السلوكية قوانين نظرية السلوكية وكذلك المفاهيم الأساسية لنظرية السلوكية إذن كل شي فإذا تبعتي معي غير هاد الفيديو ما غدش تحتاج نهائيا انك تمشي لواحد المرجي اخر باش تعرف شنو كنقصده بنظرية السلوكية انا حاولت انني نكتب او مامطن نشرح ليك باش هكا مثلا عجباتك شي حاجة بغيت تنطيها او من الاحسن مشي غير الا عجباتك من الاحسن انك تنطي كل حاجة مثل عوارد او لكل واحد زفت الناس عندهم طرق خاصة بهم باش كيقدروا يعقلوا للحاجة اذا انا حاولت ان نلخص لك كل شي في هاد الفيديو كنتمنى انك تبع معي من الول حتى الاخير ومزقل حتى شي حاجة ما تدوس لفيديو حيث في كل لحظة غادي نقول شي حاجة اللي غا تكون مهمة بالنسبة لك وتقدر تحط في المتيحان وانت افتيها اذا تبع معي من الول حتى الاخير وكنتمنى انك تفهم النظرية السلوكية وان شاء الله في الفيديو هاد الشاي غادي نشوفو النظريات الاخرى هكا باش تكون عندك فيديوهات متسلسلين نظرية سلوكية نتبعوا بنظريات الاخرى من بعد قد نمر الشاي اخر اذا ما هي نظرية سلوكية النظرية السلوكية لديها عدة مسميات يطلق على هذه النظرية عدة مسميات منها مثلا فالنظرية السلوكية ممكن نسمعها باسم نظرية المتير والاستجابة اذا لاحظوا معي نظرية المتير والاستجابة من بعد قد نفهمك ماذا نقصد بالمتير والاستجابة او لا نظرية التعلم او لا النظرية الارتباطية اذا لديها اربع مسميات النظرية السلوكية نظرية المتير والاستجابة نظرية التعلم والنظرية الارتباطية يقوم مبدأ هذه النظرية على اساس المتير والاستجابة ماذا نقصد بالمتير والاستجابة يعني ان لا استجابة بدون متير فعملية التعلم تحدث نتيجة لحدود ارتباط لاحظوا معي ارتباط فلهذا سميت بالنظرية الارتباطية يعني هناك ارتباط بين متير ما واستجابة معينة بين متير ما واستجابة معينة يعني المتير والاستجابة هو كل سلوك للمتعلم عبارة عن رد فعل او استجابة لمتير قد تعرض له يعني انا بديت واحد الرأي بديت واحد ردة فعل ولكن انت كندير ذيك ردات الفعل من لي كيكون عندي واحد لمتير شي حاجة اتارة انتباهي من لي كتكون اتارة انتباهي فهذاك الوقت كندير واحد الاستجابة من لي كندير واحد الاستجابة تم ما يحدث التعلم عندما اقوم باستجابة اللي متيرين ما فذلك يسمى عملية التعلم تم ما كنتعلم هذيك المعرفة او لهذاك السلوك خف قم تعرفوا بالنظرية السلوكية هي احدى النظريات الكبرى في علم النفس يعني من بين اكبر نظريات هي النظرية السلوكية التي تدرس السلوكيات الممكن ملاحظتها بسهولة لتلفظ يعني كيف ما قلت فهي ردات فعل والردات فعل راح تكون لحظية تكون بسرعة يعني ذلك تسمى سلوك يعني تظهر عند هذاك المتعلم بسهولة كما تسعى الى دراسة وشرح السلوك البشري يعني النظرية السلوكية هي مختصة فقط في السلوك يعني التعلم عن طريق السلوك وعن طريق حدوث ارتباط بين متير واستجابة يعني هناك علاقة وطيضة بين المتير والاستجابة دائما من بين المساهيم الرئيسية لدي النظرية السلوكية هما المتير والاستجابة عندما اتكلم عن متير واستجابة فانا اتكلم عن النظرية السلوكية اذا سنرى الان مؤسس النظرية فبالنسبة للنظرية السلوكية فقد ظهرت المدرسة السلوكية يعني ممكن ان نسميها المدرسة السلوكية او النظرية السلوكية سنة 1912 في الولايات المتحدة الامريكية ظهرت المدرسة السلوكية سنة 1912 في الولايات المتحدة الامريكية من اشهر روادها نجده واتسون وسكينر وبافلوف اذا هذو هما ثلاثة رواد المعروفين في المدرسة السلوكية واتسون وسكينر وبافلوف وكيف ما كان عرفوه فكل نظرية كل نظرية من النظريات عندها مبادئ كيف ما كتلكم فالأهم حاجة خاصةكم تعرفوها في النظريات باش تمشي تدوز مثلا مباراة تعليم خاشنو خاصةك تكون عارف النظري تكون عارف شنو كتعني تكون عارف المفهوم ديالها تكون عارف المفاهيم ديالها وكل مفهوم شنو كيعني تكون عارف الرواد ديالها ام تظهرات مثلا تكون عارف المبادئ والقوانين إذا الآن غاد نشوفوا المبادئ من بعد ما شفنا المفهوم وشفنا المؤسس غاد نشوفوا الآن مبادئ هالنظرية السلوكية على ماذا تقوم النظرية السلوكية أولا النظرية السلوكية تقوم على أن كل مضمون معرفي يقدم للمتعلم لابد أن تتوفر فيه شروط لاحظوا معايا تتوفر فيه شروط قادرة على إطارة الانتباه والميولات غادي نرجعو الآن ونربطو هاد الجملة بجملة المتير والاستجابة المتير والاستجابة لاحظوا معايا إطارة الانتباه باش كنتيرو الانتباه بواحد المتير بواحد المتير إذن باش نقدم أنا واحد المضمون معرفي باش نقدم واحد المعرفة واحد المعلومة لهذاك المتعلم وبغيت يكتسبها من عندي فخاص تكون في هذه المعلومة وفي هذاك المضمون المعرفي واحد الإطارة شي حاجة واحد الشرط أو لا واحد المهم شي حاجة لقادرة على إطارة الانتباه تجبد الانتباه دياله والميولات دياله كذلك كان قيس لانتباه دياله وبحلها كان صفت واحد السهم على الانتباه ديال ذاك المتعلم من اللي أنا كان نرسل هاداك المتير كان نرسل المتير في هاداك المضمون المعرفي تلميذ او للمتعلم كي وعا معايا باللي هاداك را موتير يعني كي يبدير يكفي ذاك اللحظة واحد ردة فعل ردة فعل هذا ما سميناه فسابقا المتير والاستجابة يعني ما يمكنش تكون اشي استجابة بدوني موتير ما يمكنش أنا نبدي واحد ردة فعل بلا واحد المتير ضروري خاصتني موتير باش نبدي ردة فعل إلا بغيتين نتعلم خاصتك تعطيني واحد المضمون معرفي يتير الانتباه ديالي إلا ما طارش الانتباه ديالي فأنا ما غديش نردليه البال نهائيا وهكذا ما يمكنش لي نتعلمه اذا اول حاجة واول مبدأ في النظرية السلوكية ان المضمون المعرفي لابد ان تتوفر فيه شروط قادرة على اتارة الانتباه لكي يبدي المتعلم ردة فعل او استجابة اذا لابد من موتير واستجابة كيفما قلت لكم في المتسمع كلمة موتير واستجابة او اتارة انتباه فهنا نتكلم عن النظرية السلوكية نتكلم عن سلوك مكتسب من خلال متير من خلال متير اذا نمر الان للمبدأ الثاني والمبدأ الثاني هو اللي غا تفهمو بهم ماذا نقصد بالنظرية السلوكية كتطبيق اذا نقدر تكون فيه واحد المثال اللي هو معروف بزاف واللي كنت تعطى بزاف باش تقدر تفهم اش كنقصده بالنظرية السلوكية اذا فالنظرية السلوكية هي نظرية تعتمد على مبدأ الموتير والاستجاب اني ارى بزاف هتبقى تسمع الموتير والاستجاب حيث بدأت تطبيقاتها على الحيوانات اذا نظرية السلوكية بدك تطبقها الرواد على الحيوانات كيفاش مثلا عندما نعطي الكلب الكلب متلا عندما نعطيه طعام ونرفقه بصوت الجرس في كل مرة اذا فكل مرة بغيترنعطه الكلب طعام دياله yang今日 صوت الجرس نضير صوت الجرس من اللي كيسمع الكلب صوت الجرس كيأتي كيجري علاش حيث عارف بلي كين الماكلة اذا كل مرة المرة اللولى اسمع صوت الجرس واجه القانديرال الماكلة المرة الثانية اسمع صوت الجرس جاء القمال resume المرة الثالثة القالماكلة اذا في كل مرة هنا راح تشب عنده واحد سلوك عند سماع صوت الجرس فهناك اكل الى ما اسمع صوت الجرس فلا يوجد اكل فبعد مدة يعني من بعد ما تكتسب ذاك السلوك عن طريق الموتير يعني هنا الموتير هو صوت الجرس وما هي الاستجابة الاستجابة هو ان الكلب يجي باش ياخذ الطعام دياله اذا فبعد مدة اذا اطلقنا صوت الجرس يعني بعد المدة بعد ما تكون عنده ذاك السلوك وذاك تكتسب لنا هذاك السلوك الى اطلقنا صوت الجرس بدون طعام مثلا اطلقت صوت الجرس ولكن لم يكن لدي طعام لأعطيه للكلب ماذا سيفعل الكلب في نظريكم اذا الكلب في هذه اللحظة سيفرزه لعابا كاستجابة او كردفين يعني عندما يأتي الكلب عند سماع صوت الجرس وان لم يكن هناك طعاما فهو يفرزه لعابا كاستجابة يعني هو عارف باللي انا لدرت الجرس رغان اعطيه الطعام ولكنه لم يدرش الجرس فهو كنتظر مني الطعام يعني اشنا الاستجابة دياله هنا يا فهو يفرزه لعابا يعني هذا هو الرد الفيعل دياله لو جاء ما لقاش الاكل هو جاء الاساس انه يلقى الاكل من لي ما لقاش الاكل فهو افرزه لعابا كاستجابة او رد فعل على انه يريد الطعام اذا هذا هي العلاقة بالموتير والاستجابة فهناك الموتير هو صوت الجرس والاستجابة هي ان الكلب يفرزه لعابا عند سماعي صوتي الجرس في كل مرأة يعني في كل مرات اطلقت صوت الجرس فقد الكلب اكتسب السلوك انه في كل مرة ساطلق الجرس سيأتي لياخذ طعامه اذا هم المبدأين الاساسيين للنظرية السلوكية نعود لكم المبدأ الاول المبدأ الاول للنظرية السلوكية هو انه تتوفر لنا شروط قادرة على اطارة الانتباه والشرط الثاني وانه لا استجابة بدون متير لا بد من وجود متير لكي يستجيب المتعلم نمر الان لقوانين او قانون النظرية السلوكية اذا بالنسبة لقانون النظرية السلوكية فالتعلم لاحظوا معايا التعلم سلوك التعلم سلوك يحصر للمتعلم بسبب متير او تحفيز او ممارسة وتدريب يعني ان المتعلم ممكنش اكتسب واحد المعرفة لما كانش واحد المتير او الا تحفيز او الا واحد الممارسة ممارسة وتدريب يعني اش حاجة كنعودها له ديما فراه كيكتسبها كي ياخدها كسلوك نمر الان اهم حاجة وهي المفاهيم الاساسية للنظرية يعني كنمتزاف للمفاهيم ولكن غد نتكر فقط اربعة اللي هي مهمة اول مفهوم فهذا النظرية هو السلوك ماذا نقصده بالسلوك السلوك يعرفه فريديريك سكينر بانه مجموعة استجابات ناتجة عن متيرات المحيط الخارج القريب يعني ان السلوك انا كندري واحد الاستجابات عن طريق واحد المتير كما تقوله المتير والاستجابة من المحيط الخارج القريب شحاجة لقريب الخارج القريب وهو اما ان يتم دعمه وتعزيزه فيتقوى حدوته في المستقبل يعني الى انا مثلا درت واحد السلوك اعطيته المتعلم وكل مرة كنعوده كل مرة كيتعودك السلوك فهو دائما سيبقى يدروه في المستقبل ولكن ان لم يتلقى دعما يعني السلوك الدار ومن بعد ما بقيتش عودته لي واشهد السلوك هذا يعقل عليه ما بقيتش يقل عليه يعني يقل احتمال حدوته في المستقبل يعني هنا السلوك هو استجابة لمتير ما يتم دعمه اذا تم دعمه وتعزيزه فحدوته في المستقبل مؤكد وان لم يتلقى دعما فاحتمال حدوته في المستقبل ضعيف جدا اذا هذا هو مفهوم السلوك نمر الآن لمفهوم المتير والاستجابة المتير والاستجابة كيف ما قلت لكم فهو كل سلوك عبارة عن رد فعله او كاستجابة لمتير قد تعرض له يعني هو تغير السلوك هو نتيجة واستجابة لمتير خارجي يعني لا بدلت السلوك ديالي فانا كنتعرض لواحد المتيرات اللي هي خارجية ثالثا التعزيز والعقاب ماذا نقصد بالتعزيز والعقاب؟ تعزيز والعقاب بالنسبة للسلوك يعني السلوك اللي عززته يعني الى ان اكدت ذلك السلوك او العقاب الى مثل المتعلم دار واحد العقاب دار واحد السلوك عفوا وعاقبته عليه من خلال تجارب ادوارد لتورندايك يبدو ان نتلقي التحسينات التحسينات والمكافآت بصفة عامة يدعم السلوك ويتبته يعني مثلا الى المتعلم قام بسلوك جيد وقمت بتحسينه ومكافآته فهو هذا السلوك يتبت عنده اما مثلا الى دروح السلوك وعاقبته عليه فهذا ينتقص من الاستجابة وبالتالي من تدعيم وتتبيت السلوك كما تقوله مثلا طف صغير دار واحد السلوك خائب الى عاقبته ما غادش يعود يديره ولا خليته مثلا يديره المرة اللولة والتانية والتالتة فره دائما غاد يبقى يقوم بهذاك الفعل اما الى عاقبته فره ما غادش يبقى السلوك عنده غاد يتلغى يعني هذا ما نقصده بالتعزيز والعقاب اما تعزيز السلوك وتتبيته اما عقابه وعدم تتبيه السلوك رابع مفهوم هو التعلم اذا التعلم هو عملية تغير شي به دائم في سلوك الفرد يعني التعلم را كل مرة نتعلم شي حاجة كل مرة نتعلم سلوكيات جديدة اذا هذا ما نقصده بالنظرية السلوكية اذا ان شاء الله في هذا الفيديو تعرفتكم بالمفهوم بالرواد ديلها بالمبادئ والقوانين وكذلك المفاهيم الاساسية للنظرية فكل نظرية سنقوم بهذا الشكل يعني اعطاكم المفهوم ومبادئ او هذا هو ملحويجي ستحتاج هذا هو ملحويجي لا تحتاج لتتقلب في جهه اخرى تحتاج فقط تصنط لهذا الفيديو مزيان من الول حتى الاخر وما تزقلتاش حاجة وفهمني مزيان شنو تنقولك اذا شكرا بزاف على المتابعة كنتمنى انكم تكونوا فهمتم زيان وإلى اجبكم هاد الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة باش هكا كل مرة حطيت فيديو جديد يوصلكم كوم نوتيفكاسيو وما تنسوش كذلك لايك للفيديو شكرا بزاف على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا